من خلال نجنة تقصي الحقائق احنا تقرير الرقابة المالية لسنة 2018 41 ملاحظة على اداء المحافظة زين وين المحاسبة يعني انا كنت في وزارة الدفاع تنتهي السنة المالية يجي يجون الموظفين من الرقابة المالية يقعدون عندي في الغرفة ويطرحون علي مع المسؤولين في الوزارة يطرحون علي المخالفات اللي موجودة فهذه اما تعالج بشكل صحيح اذا كانت ادارية او امالية او يحاسب المقصر عليها زين ليش ما يتصل ونحن كنا في وزارة الدفاع وفي زمن حرب وكان المحاسبة معانا بهذه الطريق زين كيف المحافظة وفي زمن اعمار والمفروض اعمار يصير يعني مستمر والمرقابة واموال هائلة لا يستلمون منح من دول ومن الحكومة المركزية مبالغ طائلة مير اللي سند نوفر العاقوب بالفترة الاخيرة والله انا بالنسبة لي ما ابرر مهما كانت الجهات ولكن ابرر انه المال الفاسد هو اللي سند نوفر العاقوب لانه هو يستخدمه في اي مكان في اي مكان تأصى اموره يستخدم المال ايجا عن طريق المال السياسي ايجا طبعا هم بصفقة سياسية اعتقد ايجا مع الاسف يعني صراحة كنت من المعترضين جدا على توليه وهذا الكلام ممكن ان تسألون به الاخ الدكتور حيدر عبارياني كنت في الوزارة واتكلم معه يعني مع الاسف انه هذا هو يقول محافظتنا انه راح تشوفون العواقب واذا هسا ترجع الى صفحتي يوم 26 في الشهر العاشر كتبت عن حالة محافظة نينو طلبت انه فعلا تشكل نفس هاي الخلية الازمة اللي تشكلت الان ولكن الان هذا الاجراء اعتبره متأخر على ما وصلت اليه محافظة نينو هذا الاجراء متأخر جدا متأخر وضعيف الموصل تحتاج الى قيادة ادارية ناجحة وقوية جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر